في بلد الذهب الأسود تكتب كاركوك مدينة تاريخ التي تعد معلما حضاريا من صورة العراق التاريخية تكتب قصة الموسوعة التي تحوي الجسور والمعالم الأثرية التي مر عليها عشرات سنين والتي سجلت من مروا من هنا جسر داقوق التاريخي الذي شيد في عام 1883 أحد معالم المدينة المهمة الذي يؤشر أهمية الجسر كونه الرابط بين بغداد وكاركوك بعد انهيارات نتيجة فيضانات وسيول حدثت العام الماضي تعرض الجسر للهبوط في أجزاء عدة منه ليخرج عن الخدمة منذ عام كامل الصيانة والإعمار ووضع خطة زمنية لإحياء الجسر من جديد نظرا لأهمية الجسر كما مر ذهاب وإياب تم إيقاف استخدام هذا الجسر أو خرجه من الخدمة منذ عام وأعملنا على تهيئة مستلزمات إدراجية كمشروع صيانة وعمار ومن المؤمل المباشرة بعمار الممر القديم بعد انتهاء موسم الفيضانات وسيول أي بالشهر الخامس على أبعد موعد إن شاء الله سوف نواشر فيه شرطة كاركوكس أرعت على الفور بتحذير المواطن من مخاوف انهيار الجسر أرشادات أبلغت بها مديرية الطرق وجسور بضرورة التعامل مع الجسر من ناحية الحفاظ عليه وأتمام عملية صيانته تخوفا من انهيار الفضاء في الممر القديم سوف يتتحرج ويؤثر على الممر الجديد نتيجة الشيول العالية فبالتالي تحسبا لهذا الأمر تم منع حركة الشاحنات الكبيرة التي تفوق عملتها في بادئ الأمر عشر أطنان اليوم تم الاتفاق مع الجهاد ذات العلاقة مع قائد المقر المتقدم ومديرية المرور ومديرية شرطة كاركوك الذين حضروا بمسؤوليهم الأول إلى موقع الجسر هذا اليوم تم زيارة الموقع فالاتفاق على أن يكون منع للسيارات التي تفوق عملتها أكثر من عشرين طن مواطن كاركوك وزائرها يطالبون الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على الأماكن التاريخية والحضارية في المحافظة اشتركوا في القناة